أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بأبوجة أن مشروع أنبوب الغاز الافريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يتوخى تحقيق ازدهار حقيقي لفائدة القرى الافريقية وساكنتها وقالت بن علي خلال مداخلة في اجتماع لوزراء طاقة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا سيدياو المخصص لمشروع أنبوب الغاز الافريقي الأطلسي أن هذا المشروع الاستراتيجية يروم تحقيق ازدهار حقيقي لافريقيا وشعوبها من خلال استغلال الموارد الافريقية محليا وتطوير البنية التحتية الصناعية وإحداث مناصب الشغلة